الأمر الثاني أمر الكرآن حضرتك بتقولي توقفتي عن حفظ الكرآن وإزاي ترجع موضوع الكرآن لا يظن أحد أنه هو هيخش يحفظ الكرآن والشيطان هيسيبه لا تظن أن يعني الطرق ممهدة بالشكل حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لابد أن تتواجه بعض الصعوبات مش المستحيلات فيه فرق بين الصعوبات والمستحيلات الصعوبات أنا أقدر أتجاوزها لكن الأمور المستحيلة خلاص بنقف عندها فلابد أن أنت تواجه بعض الصعوبات الدخول على الكرآن لابد يعني الواحد فيه زي ما بيخش على مشروع بعقلية مرتبة أخش على الكرآن بعقلية مرتبة بمعنى أننا إن شاء الله بإذن الله أبدأ أحفظ والكرآن هو حبل الله عز وجل حينما قال الله عز وجل واعتصم بحبل الله جميعا فصر أغلب المفسرون فصروا هذا على أنه الكرآن الكريم فهذا الباب من أفضل وأعظم أبواب الله سبحانه وتعالى وأوسعها حضرتك دخلت حفظت الكرآن لا يترك الشيطان أبدا ده الشيطان يعني يتواعد للإنسان أمام الله عز وجل آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين مش هيسيب حضرتك فاللي حصل ده طبيعي إن أنا أبقى بحفظ وبص لإني توقفت ده أمري طبيعي جدا لكن هل أنا توقفت هل أنا سيء لا هل ده أمري طبيعي ماذا ينبغي ينبغي علي أولا علشان أحفظ ما بحفظ شيء لوحدي أنا بحفظ مع حضرتك مثلا بتحفظي مع أخت تحفظي مع حد معين هو بيتابع وحضرتك بالتابع ليه لأن لا يأكل الذئب من الغنم إلا القاصية البعيدة لكن الواحد لوحده ستتكاثر عليه الدنيا والشيطان والمشغلات وغير هذا فلن ينجو فحضرتك كنت بتحفظي مع حد ماشي نرجع نكمل ما بتحفظيش مع حد ما شاء الله لا قوة إلا بالله دور الكرآن الكبيرة موجودة ربنا يبارك في مشايخنا مشايخ الكرآن ربنا يحفظ طلبة الكرآن من كل سوء هؤلاء كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أهل الله وخصته حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قالوا فيه إن لله في الناس أهلين قالوا من هم يا رسول الله قال أهل الكرآن هم أهل الله وخصته الشيطان لن يترك حضرتك فلو أنا عايز أبدأ من أول وجديد بقى طب أنا هبدأ خلاص المرحلة اللي فاتت أنا ممكن أكون دي لفترة نسيت اللي فات عايز أبدأ من أول وجديد أعمل إيه بسم الله الرحمن الرحيم أول السطر بلتزم مع شيخة أو بلتزم مع المكان اللي أنا بحفظ فيه وبخش على طول عمل خطة كده أنا أخلص مثلاً في ثلاث سنين أخلص في سنتين حسب مقدار اللي أنا بقدر أحفظه مع الشيخ اللي أنا معه طيب حصل لي مرد حصل مثلاً أحياناً بحالة توقف مثلاً للولادة لكذا 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 الحاصل إننا بكون عامل حساب الفترة دي وكمل بعدها الشيء الذي لا يتوقف هو المراجعة بفضل الله تعالى لا يتوقف فحضرينيك ترجعي تاني تبدأي إزاي ترجعي أولاً على الإنسان أن يحص نفسه من الشيطان